تونس هي زيارة لم تدم سوى سعيعات قليلة بعد وصوله البارح في العشية في وقت مخر ومغادرته لقصر قرتاج بعد لقاءه رئيس الجمهورية البيجي قايد سيبسو إقامة مأدبة عشية على شرفه وأجرى رئيس الدولة لقاء الانفراد في قصر قرتاج مع وليل عهد السعودي تلاته جلسة عمل موسعة بحضور وفدي البلدين كما تولى زادة رئيس الدولة تقليد وليل عهد السعودي بالصنف الأكبر من ويسام الجمهورية سوفيا نعرف وحنا تقريبا العلاقات السعودية التونسية تتقسم على أربع مراحل مرحلة الأولى عهد قبل الاستقلال والمرحلة الثانية في فترة الحبيب رقيبة ثالتها فترة بن علي وربحها الفترة الحالية قاعدين نعيشوها العلاقات كانت تقبل تقريبا التواصل مع السعودية لتدويل القضية التونسية في ظل الاستعمار الفرنسي لتونس سوصولا لليوم اللي مع العلم أن السعودية تقريبا كانت ما كانتش برشا مع الثورة التونسية في أياماتها الأولى وكانت تقريبا مساندة لنظام بن علي وقالت أنه الانتحار في إشارة إلى البعزيزي أنه يشعل الفتنة في البلاد وما إلى غير ذلك من ثلاثة من أحداث من بعض ومن بعض استقبلها لبن علي تواتر الأحداث في العلاقات السعودية التونسية والجدل لأثار الشارع في أيامات الأخرى ضد زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى تونس لكن البارح نلقوه في قصر قرتاج ونلقوه ولو ولد الباجي ونلقوه زيدا أنه يبدأ في داره ما غير ما يستحقش أنه بش نستدعوه ونضيفه هو الحقيقة سما حاش بين أولا سما دول وثانيا سما المجتمع المدني والحركات والمثقفين والإعلام والسلطة المضرر النظام الدولي مبني على الدول يعني العلاقات الدولية مبنية على الدول حجر الزاوية للعلاقات الدولية هي الدول وبدأت تظهر طوى أكثر فأكثر المنظمات الدولية وجمعيات غير الحكومية حتى الجمعيات غير الحكومية فيها كذلك الموالية للدول وفيها المستقلة هنا ثم حاجة ثم المجتمع المدني التونسي والأحرار في تونس والضمائل الحية اللي قالوا نرفض هذه الزيارة هذه حاجة وثمى العديد منهم محقف اللي يقولوا على أساس وأن العلاقات بين تونس والسعودية ما هيش علاقات مطلقة في نظر المجتمع المدني لكن ناخذ بعين الاعتبار المستجدات متاع الاكتواليتي واخر المستجدات القضية هذية متاع جمال الخاشخ جي وكيفية اغتيال وجريمة الدولة اللي تكبتها سعودية في الكنسولات متاحة في اسطنبول وكذلك سمى الدولة على خطر اللي يلاحظنا وأنه أكيد جدا الأحرار عبره على هذا لكن سمع بيد لانديناشيون متاحهم سيلكتيف وقت جي أردوغان ما يتكلموش وقت اللي جي فرنساوي ولا طلياني ولا غيره ما يتكلموش وقت اللي جي أمريكان ما يتكلموش ويتكلمو وقتها على خطر سمى استفاف كذلك داخل الأحذاب وداخل المجتمع المدني اليوم العالم العربي مقسوم تجب تقول لي ثلاثة كتل أساسية كتلة تقودها السعودية والإمارات بتحالف مع مصر وغيرو وكتلة تقودها قطر بتحالف مع تركيا واجبعاتها وثم الدول الأخرى اللي هي اللي في تلك من الكتل أنا نراوى أنه كل واحد يقوم بدوله يجب التنديد بجانيمة الدولة التي ارتكبتها السعودية وعلى ما يبدو السلطة السعودية والولي العهد نفسه هو في هذه العملية لكن في نفس الوقت لو سمى الدول نحن لو عمنا كل عام عشرة لايف تونسي يمشيوا للحجر يعني يريان كبورساء يجبنا نكون علاقات مع السعودية ويجبنا نشجبنا معناها قطع العلاقات مع بلاد كما سوريا الدولة تبقى دولة والدولة هي كذلك بروتوكولات وهي اتفاقات وهي مصالح يبقى كذلك المجتمع لما يعبر عن رفظه يجب أن يكون هذا التعبير كذلك موجودا حتى حد بين جيل بيرو يقول اليوم نقطع علاقات مع قطر وإلا مع تركيا ولا مع السعودية ولا مع الإمارات ولا مع مصر احنا من اول الدنيا عنا علاقات مع السعودية باعتبار وانه علاقات الأولى ترجع الى الفتوحات الاسلامية في تونس سنة 647 ميلادي ومتى لها ثم كذلك تواصلت مدة تاريخية كبيرة وكانوا عنا كبار المشايخ امتعنا والفقهاء ورجال الدين وكذلك رجال الساسة والسلطة ما يسمى بالرحلة الحجازية يرحلوا الى الحجاز والحج كان يدوم اللي يمشي الحج يقض عامين ثلاثة بشير وثم اللي يستوطن غاديكا ويقعد غاديكا يقعد في مصر ولا يقعد في الشرق ولا يقعد في سعودية ذاتها دونك هذا موجود وأكثر من هذا كان عنا وقت اللي كانت عنا الأحباس كانت عنا السرعة تمشي كل عام لأنه ثم تقريبا أربعمائة إلى خمسمائة أحباس في تونس محبسة على الحرامين الشريفين كانت تمشي كل عام حتى الغادي وقفتها في فرنسا في ثلاثينات واربعينات القرب الماضي وكانت تمشي أحباس وهذا موجود في التاريخ هنا نرى شاكاين دونسانغول تونس كدولة عندها علاقات مع السعودية ومنذ نصح تونس كون عندها علاقات مع السعودية وكما قلت لك عنا سنويا عشر لاف حاج يمشيوا بالأكثر كانت يمشيوا من أوروبا ومن قرات أخرى وكذلك مصحدنا مش تكون هذه دولة شقيقة عنا معها علاقات بقاطة نظر عن النظوم القيمية يخيطوها إنسان عنده علاقات هو مع دولته السعادة جاء ومش متفق مع الدولة لا رئاسة للحكومة يقتع علاقاته وكذلك المجتمع يعبر اللي ما يلزمش هو شجب المجتمع عن التعبير وكذلك ما يلزمش رفض السعودية يكون من منطلق الانتماء إلى أحد الأحلاف العربية الحالية هذه أحلاف عسكرية وجهت بعضها تواجه في بعضها في اليمن وجهت بعضها في سوريا وجهت بعضها في ليبيا يعني اليوم نجيب عن القطريين والأردوغانيين والأتراك ونقولوا أحلى معهم وقتلي هوم عملوا انقلاب البارح في اليمن في ليبيا وعملوا معناها شفت ليبيا كانت بلد آمن وماهوش ديمقراتي لكن أصبح مرتع للدواعش ومرتع للقاعدة ومرتع للإلهابيين ومرتع كذلك الجريمة المنظمة الكونية تلك وقت جاء الزوغان لم يرى أصوات يقولوا هاو عمدوا 500 تحافي في الحبس من الناس اللي قاعدين يعملوا في الانديناس يعني أنا شخصيا ضد هذا المنسلمين ونعتبر كالس على بلده وثم حتى امكانية وانهم يبدلوهما في بلده الدولة حاجة والمجتمع المدني والضماء الحية حاجة أخرى الدولة مستحيل أمريكا هي بلد ما يسمى الهارت باور السلطة الثقيلة والسلطة الحادة أمريكا موجودة من عام 1776 دخلت لحد الآن تقريبا تقريبا 120 إلى 125 حرب كل سنتين أمريكا تقوم بحرب وتصدم على بلد وتعمل اللي تعمل لكن أمريكا شوفت ديبلوماسية متاحها عندهم ديكسلون ديبلومات عندهم ديبلوماسيين يعني حتى البلدان اللي هما الهارت باور ومتاع الحروب ومتاع التوسع ومتاع التدخل في العالم ومتاع القواعد العسكرية الأجنبية ومتاع الاشتلاع على أراضي غيرها ومتاع الانزالات ومتاع الانقلابات هي نفسها تعتمد ديبلوماسية كما قلت المنتظمة الأمم الأمم المليون فيها تقريبا 200 و 16 دولة خلينا نقوله بشكل عام أقل بشوية المنتظمة الأممي الأساسي متاعه هي الدول مشروعية الدول لكن دول تربط علاقات مع بعضها يخي نحن نتور الفرنسيس لم يستعملون ناش 75 عام الفرنسيس لم يجبوش واحد ملك فرنساوي جانا في حملة صليبية إلى تونس لم يزبحوا ناشي لم يزبحوا لكن تبقى سمع علاقة بين الدول باعتبار وأنه نكسر مليون تونسي عيشوا في فرنسا وما يقولوا أقل لكن أكسر مليون تونسي سوفين العلاقات توترت نوعا ما بين تونس وسعودية في حرب الخليج وقتها تونس خذت موقف محايد من العراق وقتها في حرب الخليج وقتها تقريبا بدأت العلاقات هي توترت قبل الحق في قضية أحرم السعودية عنها مشكلة كبيرة وهي مشكلة المجتمع يعني من قبل السعوديين يرفضوا النمط المجتمعي التونسي اللي قواموا تحرير المرأة وتعليم الأطفال والجمهورية المدنية وغيره وكانت زيما تماما مشكلة كبيرة لكن أيام الملك فايسل اللي يرحمه اللي هو كان كملك مصلح كبير وشد وزير خارجية بلاده بشكل طويل ثم عمل إصلاحات يعني هو صبح بشي عملوا تلفزة في بلاده وانا ذاك كانوا سعوديين معناها يرفضوا ثمانيس حب عن عليهم انقلابات بمجرد وانو سمى تلفزة موقف مع العراق وتونس العسمية وحتى المجتمعية مشات مع العراق جاءوا ضد احتلال الكويت لكن جاءوا ضد الامريكان وقت اللي جاءوا هابتوا خمسمائة الف جندي وشوارس كوف وعملوا حملة ضد العراق والسعودية كانت أكبر قاعدة عسكرية خاصة في الظهران هابتوا الجيش امتاحهم وزود مع العراق وبدأت التوتر مع الكويت ومع السعودية لفطرة طويلة هكيد جدا وكذلك وقعت أحداث أخرى مرة سعودية ضربوا واحد تونسي هنا في وطيل فينيسيا وبرقيبة طرد الأميل هذا السعودي وخاضت المون وصار ما سار احنا والسعودية مجتمعان يختلفين والكوارد عقيد ستين وبعض ذكرى دونك برشة حاجات اي برشة احداث كما هكبر حكيرك في السياسة العامة بتاع الدول الحق عقيد ما دخلتش علاقات بين الدول وحتى ذكر ما تم حكاية هذية أكثر منها الشعبية ويحكيوا فيها وطول ثم فيها تحقيقات في علاقة بين الدول أكثر قامت اختلافات حول هذية وبرقيبة معناها كان دايماً موخو ما يعجبهمش وثم اختلافات كبرى في المسائل الرسمية يبقى في المدة الأخيرة السعودية دخلت لسوريا مع العراق مع قطر مع تركيا مع إسرائيل مع ألمانيا وفرنسا وانجليتيرا وإيطاليا وامريكا والناتو دخلوا وعملوا ما عملوا الموقف المجتمع التونسي كان يختلف ثم بدأ يظهر وأنه ثم استفاف الإمارات والسعودية من جهة وبعهم لكس القاهرة وتركيا وقطر من جهة أخرى معهم بعض دول الخريج كذلك تونس حق بقات في موقف محايد لكن فيما بعد شفنا تونس دخلت فيما يسمى الحزب المذهب لعملته السعودية والحزب المذهب يجعل خلفي تصلاع بين السعودية وإيران لأنه في المنطقة هذيك سمى السعودية وإيران وتركيا وكذلك إسرائيل تحب تخلق مناطق نفوذ لها وقتر ولد لعب أساسي أخر في المنطقة ويحبوا يجروا العرب أورهم نحن نرينا بوار بصلاعاتهم نحن اللي يهمنا هي دولتنا ويهمنا هو الشعب التونسي ويهمنا كذلك وأنه غدوة مع أي دولة من هذه الدول تكون على العلاقات كما عن علاقات مع تركيا اللي هي دولة صديقة كما مع قطر اللي هي دولة شقيقة كما مع السعودي اللي هي دولة شقيقة لأن الدولة شقيقة هم العرب ودولة صديقة هما غير العرب حتى وإن كانوا مسلمين عن علاقات تاريخية ضربة في القدم عن تبادلات تجارية جامعية وكما قال دوغول أنه ليس لفرنسا أصدقاء بل لها مصالح عقلية الدولة هي المصلحة تيو سيديد اللي هو كتب كتاب لغيرديو بيلبونار يحكي على الحرب معناها اللي قامت في أثينا في القدم الرابع قبل الميلاد وكتاب هذا خلالش في الفترة هذيك يقول أن الدول مثل البشرة تخضعوا إلى ثلاثة مسائل أساسية الواعز اللي يحركهم هو أما الشرف أو المصلحة أو الخوف يعني هذه المعطيات الثلاثية الثلاثة الشرف والمصحة والخوف كما الدول كما الأفراد كما الأشخاص اليوم أنا اللي نرا فيه أنا شخصيا مع التنديد بسلمان ومع التنديد ب اغتيال الخاشقجي لأنه هذه جريمة حتى حد من يشارحها لكن كذلك ضد الاستفاف وراء دولة أو وراء حلف للتنديد لأنه سما ناس يجيوا واستقبلوا أردوغان استقبل الأبطال في مطال تونس قطاش كأنه خليفة العاشر ولا وينسوا كذلك لأنه هو التكب في سوريا ما التكب وقتل وذبح وعمل وكذلك في بلاده موج ديمقراطي وعنده صحفيين في السجون وعنده كذا وعنده كذا المسألة نفرقه بين شيئين بقدر من حي المواقف النبيلة والمواقف النزيهة اللي تندل بسلمان بقدر من كذلك نقول لا الدولة الدولة تخوذ معناها سيدنا صلى الله عليه وسلم لما أسس الدولة متاعه أول دولة ظهرت الدولة ظهرت في المدينة والمدينة عمل فيها الصحيفة صحيفة المدينة أول دستور ظهرت في الإسلام والصحيفة يتحدث فيها ليس على الأوس والخذرج وبني قريزة وبني النظير وبني قينقاع حتى المسلمين والمؤمنين دجاء المسلمين كان تقرأ تحيلا قال المسلمين هما ما مش المؤمنين فامنين وإذا قالت العرب يقول أمتين بلقول أسلامنا بلقول أسلامنا معناها دجاء المؤمن والمسلم مش كيف كيف ولم أعمل صلح حديبيا كان من منطقة الدولة وأنه قبل مش يعملوا باسم كالله هم اللي هي متاع الجاهلية وأنه سيدنا علي وعمر قالوا له لا وهو سيدنا لما كان شاكل قالهم لا يكتبوها باسم كالله هم رغم اللي هو باسم الله رحمن الرحيم منزل كان عليه هو من الأنبياء كل لأنه كان عنده عقلية الدولة وابناء دولة لو سيدنا وفيما بعد عمر بالخطاب وغيره وابناء دولة عصرية وقال أنه روح التشريع ضد سنة الرسول في قضية خراج ويسا شو أريك اللي منطقة دولة شي وصيد صلى الله عليه وسلم من قلم شو نعمل بيكم قالوا ابن عم وكذا قال اذهبوا انتم مطلقاء رجل دولة ما قالش زبح وقتل وغيره وكي تخلى الكعبة حتم معناها الصنب وغيره ما بدش الصنبالية من العذرة بشو أريك هذلك منطقة دولة وإذا ومنطقة دولة حاجة ومنطقة منطقة حاجة أنا شخصيا ضد اغتيال خاشقتي ومنخوض فيما شجرة بينهم اغتيال إنسان يدخل قنصراته بلاده وعنده أمان وغيره ويقتل وإذا كان سلمان ونادل به لكن كذلك مش معناها وأني أقبل الأصدفاف مع قطر ومع تركيا وكذلك باش نهاب التولسي والعشر لاف حاجة متاع ينا يمرز لواحد بلهم ويموت لواحد بلهم وننظم أمورهم وليقات بلودهم وموزم دول كذلك زيادة عن العلاقات التاريخية قطل التوانسة كانت عن الصررة ونحات فلانسا تمشي للحرمين الشريفين من طرف التوانسة من أجل معناها لأن التوانسة أحدا كنا مصدر من مصادر إشعاع الإسلام التقدمي الإسلام المتفتح الإسلام بغير من تعصر العركة الأولى مع السعودية هذي قام بسرع الكلام ونختم هنا هي لما تلاع محمد عبد وهاب هم وهابيين ومحمد عبد وهاب بعصب رسالة إلى أميرنا أنا ذاك ملك تونسي فز رجل من رجال تونس الكبار روحة مدباشة وقال له أسلم تسلم وتدخل في الوهابية مكان شروعي رد عليه سيدة شمعين الاتميم اللي هو في كتاب كامل وشفته الكتاب السناء ما كنت شاري عمري ما ريته قبل لك ريته في معرض عمروه اللي هو من هنا من منزل الاتميم ورد عليه برسالة مدوية سيدة عمرو المحجوب وتلقاها في اه اتحاف اهل الزمان وقال له من فضلك لزم حدك وقعد غاديك ورقد في تبلك وما كش انت باش تعلمنا الاسلام وحيها لا وانا قالوا لنا كذلك رماح ورد بالك وقتها بدأ السراع مع الوهابية قام مع محمد علي باشا يعني الوهابية كانت ضد المصلحين محمد علي باشا في مصر اللي حاربهم واخسر واحد من أولاده ومشاه هو غادي وبعث أبله براهيم باشا ثم واحد من أولاده ومشاه في تودان وقام كذلك منذ هذك تم هذك لكن تبقى كذلك علاقات دول وتونس عندها علاقات مع امريكا عند علاقات مع فرنسا التي استعملتها عندها مع الطريين لأين الدولة هي الحجر الأساس من العلاقات الدولية بالله يزون مترهدين جماعة الإمارات أرق دفت بنكم وجباعة القطر أرق دفت بنكم واللي مع الموشي يتخلى على الجنسية التونسية ويخليونا أنا البرح في الليل قعد نقرأ ساعات وساعات على التكفر يناس إنسان تونسي ثوري عمل ثورة في جهة قفة حتى أنه زعزع مع بي 17 و24 بعد الميلاد الامبراطيرية الرومانية وبدلوا الطرقات وغيره أنا ابن تكفر يناس وأنا ابنه كذلك يغلطة وأنا ابن حشاد وأنا ابن غيره لاني ولد الإمارات لاني ولد السعودية والكلهم إلى الجحيم الوهبية وغيره لكن الدولة التونسية تبقى قايمة والدولة عندها مصالحة لفلين لما كان يتقاتل وعنده الدولة في المهجل يتقاتل مع الفرنسيس عمل كذلك مفاوضات في إذيان وحنا ندخلها في مفاوضات وهذا هو الأساس ونبادو على الاستفاف وراء الدول وراء المباشر الدولات تونس للتونسيين تونس أولا تونس آخرا هذا هو الأساس هيتنا سمعوا شنوه فحوة اللقاء بين ولي العهد السعودي ورئيس الجمهورية فليكس خي هذين رجوان كامل حديثنا سوفيان أنا أعتبر نفسي ابني الرئيس وأعتبره والد بالنسبة لي مستحيل يكون عندي جولة في شمال أفريقيا بدون ما أقف في تونس بدون ما أقف عند والدي الشعب التونسي عزيز جدا على قلوب الشعب السعودي والعلاقة السعودية التونسية علاقة قديمة وكلها علاقة إيجابية في خدمة البلدين ودورنا في مملكة عربية السعودية نبني على ما بنوه من قبلنا وهذا اللي نحن نقوم فيه اليوم أشهرين في تونس بسياسة المراحل سياسة المراحل من تخطيط الملك عبد العزيز رحمه الله وقت يتقابل اللي هو الحبيب برقيب يقوله ماش تساجم دولة عظم أراك وما تعمل كيف الأخرين يدخلوا في حرب ويخسروها أمشي بالمرحل ولهذا أحنا إلى الآن علاقاتنا مع السعودية علاقات مميزة والحمد لله الأبناء جاءوا في مستوى تاريخ الأب ونحن سعداء وانا كنت نقول سمو الأمير اللي هو شرفني ديما يقول لي أنا أبلك ولا نشرف بذلك وإن شاء الله معناها هالزيارة هذه تكون فاصل خير وانتلاقة جديدة للعلاقات ولو أو بالعكس انتلاقة متجددة مش جديدة نحن الأمور ماشية الحمد لله وأهلا وسهلا أنه في بلدي ولو رأوا احنا عنا في تقاليدنا لا يرحبوا بالمرأة في عقل داره ولكن مرحبا به هذا كان اللقاء فحو اللقاء بين رئيس الجمهورية البيجيقات سبسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع العالم سوفيين أنه الرئيس الأسبق لاستخبارات السعودية تركي الفيصل يأكد أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان باقا في منصبه وقال أن ولي العهد موجود لأنه الملك اختاره ليكون والية للعهد ولأن مجلس البيعة دعم اختياره ولأن الناس يحبونه وفق تعبيره هو لو مصلحة دايب بن سلمان لكن مشكلته داره ما كانش يحكي طرح شفته بدا يحكي وكان يحكي في السرق وعمل انقلابات كبيرة في بلده ثم كجمع كليما تبدأت صليف يفشخه فيك ثم يجي خمسين ألف واحد ولي ما يخرش من دار ولي مربوط وغيره لكن هو الحق الأجمة هذي زعزعته قال لنا بشكله مع السعودية اللي فلوس يخذها الصين وروسيا المان ماشي للصدراء أمريكا ولا بي أما قال لنا بشنا بتزهم بدا يبتز فيهم وتركيا أكثر تركيا تعرف كل شي وبدأت بالتلميحات ورفعت ثقف التلميحات وطلبه أعطاهم خمسة مليار دولار ولا قداها بابتزاد تو هذا مسلم يتعامل مع مسلم وهم في معنى يا سيدي مهما كان مهما كان هو في حد ذاته بداوا بعض الناس داخل لأنه صمت صلاع بين ملوك وبين مركز قوات بداوا بش يستخله هذي يزده بدا هو يحكي تحس بدا يحكي بدا يضحك بدا يظهر قبل كان صمت ومحكي شي يصير يلاج يسير حسنا كوزينة تاني أحنا بالنسبة لنا ما هي أي إنسان يحكم السعودية ولا تركيا ولا غيره وكي يجي هو مرحب به عليه خطر هو اختاروا شعبه اختاروا شعبه إن كان ملوكيا أو إن كان جمهوريا أو إن كان غيره مهما كان هنا طوى الآن المسألة المطروحة الجزيرة بالله ما عملوش انقلاب هي وقتر على ليبيا وقتلوا العقيد وعذبوه ومدهولهم لفرانسيس وعملوا فيه من اللي ما يتعملش وفيها انتقام شخصي ساركوزي انتقب على سيسيليا ولأنها حتى موزة كانت ديما تمشي ونعفوا وصحابيه كانت ديما تمشي ليبيا ومالك كانت تعدوا مشكلة وقتلوه وعملوا شيئا من ذلك طوى والله وهم لكن قبل قلبتوا شعب كامل انتم هوا عطيتوها للدوائش بلاد ما كانش فيها ديمقراطي كان مستبدا لكن كان وطني وبلد أمان وتلقيته مع إسرائيل ومع الناس كل يعني هالل دينيشون سلكتيف أنا ضدها وتونس كذلك يجب أن تكون مواقفها متبدأ أكيد بالشرعية دولية ما تخذص في مشجرة بينهم لأنه هذا كان بخانسيب كل واحد أموره إلا إذا كان بأنشور أعتداء علينا وقتها نمشي ضدهم ونأخذوا مواقفنا ونضربوا على الطاولة لنحمل علينا ولكن أنا معاه وأنه كذلك لا نقمع أصوات من يندد بهذه الجريمة ومن يندد كذلك بسلمان في علاقته العضوية والسببية بهذه الجريمة ذلك المجتمع المدني ومنتق في معداب والدولة حاجة أخرى وشوف أنت الامريكان يقعدوا معروس تصين وما ذلك ومن ثم ومن ثم يجب أن يقسم موت سيتونج ومن ثم ومن ثم يجب أن يحب صحافي فيه قملة في موخه وليس يفجرون موت سيتونج وما ذلك ومن ثم قالوا له ودخلوا في علاقات معهم وذلك اليوم البلح في الأيام رئيس عرفات كان يصافح في رابين وقت اتفاقيات أصلوا لأنه بشي يصلوا للسلم من بعد اختالوا رابين واختالوا عرفات تبدلت لمشامية لكن حد حد بيلومه وأنه يصافح رابين من أجل الدفاع عن كلامة بلاده وبناء الدولة متاعه والحصول على استقلاله ولو في منقوص فترة أولى هدائب رابين نبعده على الاسم الرضوان المصمودي عراب النهضة رابط مع اليهود وليهود الصهاينة وهو رابط مع منظمة أكبر منظمة في أمريكا التي يبليش بها لا تتلعش وهي مساندر إسرائيز نرى هناك عمل في مظاهرة يتعالوا مع الناس الذين يبليش يدخلونها بالدباء وهزز النهضة للتطبيع معهم ورفضين التطبيع وجريمة وليهود وقال كانت في كتاب مكتب وليهود يفوت في مصد المسكين والاني انت شكونك كيف تتوى قال والاني انت شكونك ولكن جاء في غاديكا تولي لعبها دموع تماسيح ومسكين وكذا وانت وقت يقولون كيف حدث في تركيا الساير في لواء الاسكندرون يستعملون للتراك الساير في العراق الذي ذبحوها للتراك الساير في سوريا اللي دخلوا لها ناس من ثمانين جنسية وشردوا عشر ملايين سوري وقتلوا هذا الساير ولا كيف كيف الناس يدفع الساودية والساودية بل كقاد تربفوا الورود على أطفال اليمن بلاد من أعرق بلدان العالم والتاريخ شوفوا ما يصير فيها هذا كالمواقف يجب تكون ثابتة لكن الدول هي دول والدول عندها كذلك الغالبة وهي حاجة للزاوية ويجب أن نعتمد هذا حتى جين حاجة أخرى بديل عن الدول تنري دخلوا في العالم شكرا لك سوفين